ننتقل الى الدرس معنوان بالطاقة الكهربائية نذهب الى الفقرة ولاحد والتسأل دائما اي فقرة نحاول نشوف فيها الصور المتواجدة فيها نشوف العناوين ديالها ونشوف النصوص اللي فيها ونشوف اذا كانت هنا اسئلة او لا بعد الجمال او لا بعد التوجيهات بالنسبة للفقرة الاحظ واتسأل اثار وجود مروحات ضخمة مثبتة على اعميدة كبيرة عدة تساؤلات لدى سوفيان وهو في طريق الى مدينة تطول ويشوف النموذج المروحات بجانب اعميدة كبيرة ويطرح مجموعة التساؤلات في نظركم انا اشتغل في احد توجيه هنا افطريد يعني ادوين فرضياتي في الدفتري التقصي عشنا او دفتر التقصير عندكم كلكم ندروا في دكتة تساؤلات اللي ممكن تطح من سوفيان في دماغه مزيان باش ما نضيع الوقت انا عادي نساعدكم ونستغل الوقت مزيان كتبت واحدة فرضية اللي ممكن تطح من سوفيان في دماغه ربما نقدروا نقول ربما في نظري يعني قاعدوا مجموعة ملجومات تتقال فاشف إلا بنترحش فرضية ربما في نظري اعتقدوا مثلا هنا ربما المروحات الضخمة المتواجدة بجانب الاعميدة هذه المروحات المتواجدة بجانب الاعميدة الكهربائية هذه المروحات الكهربائية السلوكة الدولاشتون هي المسؤولة عن إنتاج الطاقة الكهربائية تقول ربما هادو تيضوروا تبانوا ليه تيضوروا هي المسؤولة على إنتاج الطاقة حيث الإنتاج الطاقة تتجيب من هذه المعميدة من هذه السلوك السلوك ما هي إلا حاملة لطي الكهربائي اللي تنتجنا الطاقة من البن هذه فرديات بالفرديات ممكن تم تقولوا فرديات أخرى نمشيوا للفقرة الثانية اللي هي انجيزوا ونبدأ مع الناشط الأول اللي تقول لنا طريقة إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة بخار الماء طريقة هي كيفية دوران عنفة بالمحطة الحرارية هذه العنفة العنفة دائما هي واحدة الجهاز هنا نبحث عن الفرفارة من قلت لتقل العباء في الصغر لقد تحصل على أي جهاز فيه عضو ضوار يعني تدور يعني تدور يسمى عنفة عنفة الباخيرة عنفة الطائرة ما يسمى عنفة لتبسط كيفية الدوران العنافة بالمحطة الحرارية ننجز المناولة أسفله الوثيقة الجوج وثلاثة الوثيقة الجوج أشفياء دائما كيف قلنا نشوفوا الصور اللي اعطونا والعناوين ديالهم ونشوفوا إذا كانوا شي نصص من شي كتبا أي حاجة قد ممكن تساعدنا باش نفهموا اللي كان في الفقارات نفهموا حتى كيفاش نجاوبوا الوثيقة الجريشة المروحات أمامها تقبي طنجرة التبخي مروحة أمام تقبي تقبي طنجرة التبخي نحن بك لم نشعلنا البطار هنا شعلنا البطار إذا لاحظونا زاقية الفرفارية المروحة زاقية وقفة لاحظونا أي بدأت تضدور هنا مشعلة العفية إذا كنت عقلتوا بأن الماء تكون سائل ومع الحرارة يولي على شكل بخار تتحول من الحالة السائلة تولي بخار لذلك البطار عنده واحد الضغط مزيان عندها تكون عنده واحد القوة بحيث الكوكوت التي تكون في الدول تتحول السرسارة التي تكون في الكوكوت تسمعها لذلك كنت يدورها تدورها واحد الضغط لذلك البطار يمكن أن تسخل مزيان لذلك البطار أو أي حاجة تكون عندكم في الكوكوت لذلك البطار يكون سائل في فصل الكوكوت أو البطار يقلب على من خرج تقيبة التي كان في السرسارة بحيث الكوكوت هذه تقب تنجرة من خرج مجهد يلقى قدم ويضغط عليه هنا في هذه الحالة يضغط على هذه الففرة وبدأ تدور مزيان هنا السؤال الأول أفسر سبب دورها رئيشة المروحة هذه الرئيشة كيف يمكن أن تكون دورها أي كانت زجيانا أو تضغط هنا كيف يمكن أن تكون دورها وهذا البطار الذي يفعل تفهمنا نقطة لذلك السؤال الأول يتكون منوب محطة الحرارية من كاروميغناطيس متصل بعنافة هذا كاروميغناطيس هذا المنوب في وعلكاروميغناطيس الداخل متصل بعنافة ووشيعة تابتة ووشيعة هي مجموعة السلك نحاسي من الفوف الداخل سيكون داخل من عناصر التي تنتج الثقة هذا المنوب في السلك وفي ميغناطيس الداخل سلك نحاسي السؤال أحدد الغاز المسبب لدورها عنفة المنوب هذا عنفة المنوب بالحماحة الحرارية لاحظونا كيف يمكن المحطة الحرارية تشتغل محطة الحرارية بالوقود ما هو هذا الوقود؟ الغاز الطبيعي وحدد الغاز مسبب الغاز الطبيعي الثاني الغاز المسبب لدوران عنفة المنوب بالمحطة الحرارية هو الغاز الطبيعي او أحدد الغاز نرى السؤال الثالث نرى السؤال الثالث ما الذي يقول أشرح طريقة إنتاج الداخل الكهربائي في المحطة الحرارية هذا محطة حرارية ما الذي نعمل محطة حرارية التي تشتغل تشتغل بالوقود نرى الطريقة لاحظوا يحرق الوقود لرفع درجة حرارة الماء هالوقود هالماء هالوقود هالوقود هالماء تزرق تحرق يحرق الوقود تنجيل للعافية نشعلها في الغاز الطبيعي لكي نسخنه هذا الماء نعم وتحويله الى بخار شديد الضغط والحرارة هذا الماء الذي يسخن المحطة يكون في المقراجع ونحن يكون في المقراجع ونحن يكون في المقراجع هذا المقراجع يستخدم الضغط والحرارة يستخدم بدوره لتحرك العنافة البخارية تضغط ونحن يحرك العنافة العنافة البخارية تحرك هذا الضغط الذي يأتي من هنا تضغط على العنافة وتدوره مجهدين جيد فالشيء يدوره يفقد البخار جزءا من حرارته وضغطه بعد مروره ضمن التربينات تضغط درجة تضغط وليس لديه ونحن تضغط درجة الحرارة تضغط هنا تضغط يجب تضغط مكثف هنا تفهمنا؟ مكثف هذا اله مكثف كيف تضغط لتضغط الوقت كان بخار تردد سائل تولي معه هناك كان معه تولي بخار تدخل هنا تدور لي هذا البخار تضغط لي على هذه الآلة التي هنا من بعد ما تدخل هنا تبدأ تدور تنزل لي هذا الضغط بجانة تنخفض لي هنا تقلال من تخفض لي درجة الحرارة ومن المكتفنة تقفت هذا البخار نقصت لي درجة الحرارة وتحول السائل وتعود يكبه هنا عندما تدخل هنا تدور نفس الضغط تكون هنا تأتي الماء سخون تطلع من البخار تتلقى مع التربينات تقص لي درجة الحرارة وتعود المكتفن هذه هي طريقة إنتاج الضغط لماذا تدور هذه الضغط هذا المغناطس والسكن نحاسي وهو الشيعة تدور هذه الضغط أحداً من البخار تقدموا محطة خطاقة وتتمشي طيار كهربائي تتمشي على طيار كهربائي ومنزل جميع القطاعات التي تتخدم بطوء هذا المغناطس يعود أن تدور المكتفن بكل سائل وماء من الماء أن تتبقي نفس الطبرة يفقد البخار من حرارة وضغط بعد مرور ضمن التوربينات يتم تمريره الى مكتف يفقد البخار جزء من حرارته وضغطه يتم تمريره الى مكتف وتحويله الى حالته السائلة ويعاد ضخور ويعاد ضخوره الى المرجل لتحويله الى بخار واستخدامه مجددا في تحرك توربينات هذه هي طريقة انتاج طاقة نقوم بالصفحة 51 النشط الثاني انتاج الطاقة الكهربائية بعد توليد الكهرباء قبل اشنا عن طريق الوقود درك نشوف طرق اخرى لتوضيح كيفية ادارة العنفة بكل من المحطة الكهربائية لاحظوا درك الكهربائية والمحطة الريحية مناولة انجزوا مناولة الوتيقتين 5 و 6 هذه الخمسة العنفة يدورها الماء نحظوا هذه قبل العنفة كل جهاز يحتوي على عضو ضوار هذه تسمى عنفة تدورها الماء التي ينزل من الربينة ممزين؟ الوتيقة 6 حتى هذه تسمى عنفة تفلون ينفخوا على ريشة مروحة و هي تدورها و هي تدورها احدد سبب دوران كل من العنفة والمروحة المائية هنا انا حاولت باش من ضيع الوقت يعني استغل شوية الوقت حاولت نجاوب على هذا السؤال احدد سبب دوران كل من العنفة والمروحة المائية هنا سبب دوران العنفة وهو الماء مسبب دوران المروحة المائية الهواء الخارج من ثمي